السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم الاخوة جميعا معكم اخوكم محمد الشميري مرحب بكم مرحبا بكم عدت لكم اليوم فيديو قديم فيديو اليوم هو استكمال الدرس السابق الخاص بربط الحساب البنكي مع جوجل ادسنس طبعا في الفيديو السابق شرحنا كيف نقوم بعملية الربط في الحساب ادسنس عن طريق اللي هو التحويل البنكي وطرحت الملاحظة للاخوة اليمنين اه طريقة انشاء الحساب البنكي وبترك لكم الرابط الفيديو بالاعلى اه تروح على الفيديو السابق اللي ما شاف الفيديو روح شوف الفيديو كيف نفتح حساب بنكي باليمن ونقوم بربطه مع الجوجل ادسنس في هذا الفيديو اه بنتكلم عن ملاحظة بسيطة فقط انه في الفيديو السابق اه تكلمت انه بيكون عند وقت الدفعات بيظهر معنا زر اثبات الدفعات لالتحقق وارسال مبلغ بسيط علشان الدفعات فا بالنسبة لنا باليمن اه وقت انه اليمن لا تدعم الايداع التقريبي اوكي لو رحنا على اعداد طريقة الدافع في هذا المكان في التعليمات الخاصة بادسنس ونزلنا الى هذا المكان الى التحويل الالكتروني في هذا المكان بتجد هنا الدول اه هنا يتوفر نظام التحويل الالكتروني في البلدان التالية الدول التي بتدعم الايداع التقريبي هذه هي الدول التي تدعم الايداع التقريبي وفي دول ما تدعمش الايداع التقريبي من ضمنها اليمن لذلك يرجع ادخل حسابك بعناية تامة في اه مربعات اللي هو التحويل البنكي وفي بيانات التحويل البنكي اه يجب ان تدخل حساب البنكي بالكامل يعني الرقم اللي بيعطيك غير الحساب البنكي بالكامل لا تدخل حساب المحل يدخل الحساب اللي هو الخاص بالتحويلات الخارقية تقم بيدخالj بالكامل شرحنا بالفيديو السابق كيف نعمل دالك اه تلقيتشعار اصدار الدفعات طبعا تلقت الاشعار كان في تاريخ 21 ووصلت الدفعات في اه اليوم وصلت الدفعات في تاريخ اللي هو اليوم تاريخ 25 وصلت اليوم في تاريخ 25 يعني تقريبا لأنه كان السبت إيجازة فتأخرت يوم صادف أن السبت كان إيجازة فلذلك إذا ما وصلتش تاريخ 21 تاريخ 22 انتظر 23 إذا ما وصلت 23 انتظر 24 أو 25 وتوصل لك إن شاء الله فلكنت قلقت شوية لأنه لما انتظرت شوي فقلت يمكن كان في عندي مشكلة في الرابط أو مثلا كان في مشكلة بالتحويل والحمد لله اليوم وصلت في تاريخ 25 بعد أن كان إصدارها في تاريخ 21 وهذا هو الآن أمامكم هو الآن حاليا اللي هو رصيد الدفعات مصفر حاليا تستلم الدفعات الشهرية إذا كان مجموعة ساوي 70 يورو طبعا هنا تم إصدار الدفعات الأخيرة في 21 نوفمبر وتبلغ قيمتها 77.62 يورو تمام وهذا هي بيانات المعاملات فأنا حبيت أنوه بهذا الفيديو إنه بالنسبة لإخوة باليمن اللي كنتنا تكلمت إنه في زر إيداع تقريبي وبشرحه بوقت إصدار الدفعات للأسف اليمن ما تدعمش الإيداع التقريبي وهذه ملاحظة لهم لذلك عند إدخال حسابك إدخال الحساب بعناية بحال إنه مثلا إذا ما استلمتش الحوالة وما وصلتش وتابع البنك روح البنك وتابع وخليهم يتواصلوا مع المركز الرئيسي ويشوفوا الدفعات اللي وصلتهم من جوجل أدسنس وربما يكون في عندك مشكلة أو شيء أيضا إذا ما وصلتش فالأرباح ستعود إلى جوجل أدسنس وترحل للأشهر القادمة هذا كنت اللي حبيت أوضحه فقط في هذا الفيديو وأتمنى إن شاء الله أكون أفتتكم في هذه الملاحظة وتمنيتي للجميع بالفائدة وتمنيتي للجميع بالتوفيق وتمنيتي للجميع بالرزق الوفير إن شاء الله ألقاكم إن شاء الله في الدروس والفيديوهات القادمة في أمان الله موسيقى